اشتركوا في القناة من اللهم اكدوا بانهم لن يسمحوا لأي كان بان يعبث بامن العاصمة منبهين اهلها الى خطر تكرار ما حدث في مدينة بنغازي من قتل ودمار مدينين ما تتعرض لهم منطقة جنفودة من قصف وعدوان هذا ودع الحكماء والثوار المسؤولين في ليبيا الى اتخاذ موقف واضح من العدوان الواقع على منطقة جنفودة ومدينة ذرنى من قبل عناصر مجرم الحرب حفظ استقبل المستشفى الميداني في مدينة سرطة لحد شهيدا وعاشرة جرحة من قوات ثوار جراء المعارك الدائرة بالجهزة البحرية الشمالية المدينة مصدرنا من المستشفى الميداني قال ان حالة الجرحة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة مضيفا ان اغلب الجرحة غادروا المشفى بعد تلقيهم العلاجة وافذات السياقة حيث افاد مستشفى مصرات المركزي في تصريحنا لتناصح بان اعداد شهداء وجرحة معركة تحرير سرطة وصل الى 600 شهيد واكثر من 2750 جريحا مضيحا ان المشفى اجرى حوالي 1500 عملية جراحية للجرحة والمصابين من قوات الثوار في المدينة افادت مصادر عسكرية من مدينة سرطة سبتة بتقدم قوات الثوار في حي المنارة في المحور الجنوية بعد التحام المحورين الغربي والجنوبي للمدينة المصادر اوضحت بان قوات الثوار اعادت تمركزاتها في المحور الشرقي لمدينة سرطة بعد نجاح عملية قطع الطريق بين الجيزة البحرية وعمارات الستمية هذا واضافت المصادر بان عناصر الهندسة العسكرية عثرت على انفاق اسفل بعض المنازل كان يستخدمها عناصر ما يعرف بتنظيم دولة للاحتماء من الضربات الجنوية قامت طائرات اجنبية مولية لمجرم الحرب حفتر بشن غرات على منازل العلقين في منطقة جنفودة السكنية صابح السبتة وذلك حسب ما ذكر مركز السراية الدراع الاعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي المركز اضاف ان القصف تسبب في اضرار مادية جسيمة على منازل العلقين في ذات المنطقة هذا وتسبب القصف الاجنبي على منطقة جنفودة الاسبوع الماضي في استشهاد اكثر من عشرة اشخاص من العلقين في منطقة جنفودة وفي الخبر الاخير حيث انفجر لغم ارضي في مجموعة تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر في المحور الغربية للمدينة السبتة وذلك حسب مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي هذا وذكر المصر بان لغم نرضينا كان قد انفجر في مجموعة تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر الجمعة في محور طريق ترابلوس واسفر عن مقتل ثلاثة وجرح اثنين اخرين فيما افاد مصر الناطبي من مستشفى الـ 1200 الجمعة بوصول اربعة قتلى وعدد من الجرحة التابعين لقوات مجرم الحرب حفتر اصابتهم متفاوتة ختم الموجز دومتوم في عمنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة